تزامنا مع العودة للمدارس فوق في إطار دورها في تأمين سلامة الطلبة والطالبات أعدت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية تهدف لتحقيق سنة دراسية آمنة وانسياب الحركة المرورية لأولياء أمورهم وسواق حيث اجتملت على عدد من البرامج الكفيلة بتطوير أداء شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها تعمل على التواجد المروري في محيط المدارس والمنطقة التعليمية ووضع خطط لرفع الوعي لدى السائقين وأولياء الأمور والطلاب ما سيساهم في رفع معدلات السلامة من خلال التعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في لجنة مشتركة تقوم بالاطلاع على الطرق المحيطة بالمدارس للنظر في مستوى السلامة من علامات مرورية وخطوط أرضية ولوحات إرشادية أو تحويل للمرور وبهدف تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمان دعت الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والإرشادات المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة مؤكدة على ضرورة تعاون السائقين وأولياء الأمور مع شرطة المجتمع وحراس المدارس لتنظيم الحركة المرورية بالقرب من المدارس